مرحبا بكم جميعا خلال هذه الحصة أنا الأستاذة ويداد المحوشي شريف أقدم المحور الأخير من برنامج علوم الحياة والأرض للسنة التاسعة وذلك تحت إشراف المتفقدة العامة السيدة سندس جبارة ترزق العديد من العائلات بتفل أو أكثر وتسعد بذلك في حين أن العديد من العائلات الأخرى تحرم من هذه النعمة كيف نفسر ذلك؟ تعلمون أعزائي التلاميذ أن التكاثر الجنسي يتطلب توفر مشيج أنثوي ومشيج ذكري نطرح الأسئلة الآن التالية إذن ما هي مكونات الجهاز التكاثري أو التناسلي؟ ما هي مكونات الأمشاج وما هو مصدرها؟ ما هو معنى الحيض والقذف؟ ما هو الهدف منهما وما علاقتهما بوظيفة التكاثر؟ كي تحدث وظيفة التكاثر شرط أساسي يجب أن يتوفر وهو النضج الجنسي من بين مظاهر النضج الجنسي عند الذكور نذكر بروز الشعر في عدة أماكن من الجسم مثل الذقن، الصدر، تطور نمو العضلات أما عند الإناث فيعتبر ظهور دم الحيض هو أهم مظاهر النضج الجنسي نعرف البلوغ هو مرحلة تحدث فيها عدة تغيرات تمكن من تطور الجسم أو جسم الطفل تدريجيا إلى جسم ناضج جنسيا أي قادر على الإنجاب يمكن تصنيف التغيرات التي تحدث أثناء البلوغ إلى مجموعتين من الصفات خصائص تشمل الأعضاء التناسلية تسمى بالصفات الجنسية الأولية وخصائص أخرى تهم تغيرات جسدية نفسية وعقلية تدعى بالصفات الجنسية الثانوية يمكنكم الاطلاع عليها في الجدول صفحة 156 بالكتاب المدرسي لنتعرف الآن عن مكونات الجهاز التناسل عند الإنسان والوظائف التي يقوم بها لذلك نعتمد على الوثيقة 6 صفحة 153 دائما من الكتاب المدرسي الذي أرجو أن يكون أمامكم إذن نبدأ بالرسم الأول يبرز هذا الرسم مقطعاً أمامياً خلفياً للجهاز التناسلي للرجل نجد في A وبا عنصران لا ينتميان لهذا الجهاز نضعهما كي نتمكن من تحديد موقعه وهما المثانة والعمود الفقري نمر الآن إلى تحديد عناصر هذا الجهاز أولاً قناة منوية في العنصر الثاني الإحليل ثم القذيب العنصر أربعة يمثل الحويسل المنوية البروستات البربخ والخسية سنمر في وقت لاحق لتحديد وظائف هذه العناصر يمثل الرسم الموالي رسماً لمقطع أمامياً خلفي للجهاز التناسلي لدى المرأة كالعادة نجد عناصر لا تنتمي إليه أبا وجين نبدأ إذن بتحديد عناصر هذا الجهاز في واحد نجده المبيض قمع فلط قناة البيض فتحة تناسلية في العنصر رقم ستة نجده الرحم ثم المهبل في الرسم الموالي نجده رسماً للجهاز التناسلي لدى المرأة مقطع طولي جانبي نبرز في العناصر التالية A نجده مبيض في B قناة البيض C رحم و D مهبل التفاصيل في الأرقام نجده قمع فلط في واحد ثم قناة البيض ثم عضلة الرحم بتانة الرحم تجويف الرحم ثم عنق الرحم في الجدول الموالي نقوم بمقارنة الجهاز التكاثري للرجل بالجهاز التكاثري للمرأة نجد بالنسبة للغدد التناسلية عند الرجل تتمثلان في الخسيتان التي تقومان بإفراز هرمون الذكورة المسؤول عن الصفات الجنسية الثانوية وأيضا صنع الأمشاج الذكرية وهي الحيوانات المنوية عند المرأة نجد المبيضان كغدد تناسلية وهما مسؤولان عن إفراز هرمونات الجنسية الأستروجين والبروجستيرون وصنع الأمشاج الأنثوية وهي البويضات المسالك التناسلية عند الرجل تتمثل في البربخ القناتين المنويتين والإحليل وعند المرأة تتمثل المسالك التناسلية في قناتين البيض والرحم نجد عند الرجل غددا ملحقة تتمثل في الحويسل المنوية والبروستات التي تساهمان في إفراز سائل يختلط مع الأمشاج الذكرية أو الحيوانات المنوية لتكوين السائل المنوي لا تملك المرأة غددا ملحقة عضو الجماع عند الرجل يسمى بالقضيب وعند المرأة المهبل يمكنكم اعتماد الجدوى صفحة 157 وهو يلخص كل هذه الوظائف المذكورة سابقا سنمر الآن إلى تحديد الأمشاج تكونها وخصائصها وذلك بالاعتماد على الوثيقتين 98 من الكتاب المدرسي صفحة 154 و 155 إذن تشاهدون في هذه الصورة المجهارية مجموعة من الحيوانات المنوية داخل السائل المنوي الأمشاج الذكرية أو الحيوانات المنوية تكون صغيرة الحجم فلا يتعدى طولها 65 ميكرو متر يتكون الحيوان المنوي من الرأس القطع الوسطى والصوت تتكون الحيوانات المنوية في مستوى الخصية داخل أنبيب منوية ثم تنتقل في مستوى البربخ حيث يكتمل نضجها ثم تمر إلى القناة المنوية ثم إلى بقية المسالك التناسلية ممزوجة مع السائل المنوي نشاهد في الرسم الموالي مكونات الحيوان المنوي نشاهد الجزء الأول الرأس الذي يحتوي على النوات الحاملة للمعلومات الوراثية وعلى الأكرزوم الذي سيساهم في عملية الإلقاح وسنذكر ذلك فيما بعد القطع الوسطى تحتوي على مجموعة من العضيات الصغيرة المجهرية تدعى بالميتوكوندريا والتي تساهم في توفير الطاقة اللازمة لحركة الحيوان المنوي أخيرا نجد الصوت وهو المسؤول عن تنقل هذا الحيوان المنوي بذرذباته الكثيفة أما عن البويضات نشاهد هنا في الصورة A جزءا من مقطع لمبيض نشاهد في مستوى هذه المنطقة مجموعة من الجريبات مختلفة الحجم والحاملة جميعا لخلايا جنسية في B نشاهد صورة مجهرية لبويضة عند الإناث يحتوي كل مبيض عند الولادة على أربعمائة ألف خلية جنسية تتناقص تدريجيا قبل وبعد البلوغ هذه الخلايا تبقى خامدة أي غير نشطة حتى البلوغ عند ذلك ينمو العديد منها إلا أن واحدة فقط تتطور أكثر من البقية ثم تتحرر في كل دورة جنسية عند الإباضة البويضة كما تلاحظون يكون حجمها أكبر بكثير من حجم الحيوان المنوي تلاحظون في هذه الصورة أنها تحمل سيتوبلازم غني بالمدخرات الغذائية ويكون كثيفا أكثر من سيتوبلازم لدى الحيوان المنوي في النشاط الموالي ستجدون بالوثيقة 10 صفحة 155 مقارنة بين الحيوان المنوي والبويضة يمكنكم اعتماد على الأنشطة السابقة تعميره بمفردكم إذن يمكننا إصلاح هذا الجدول معا الخسيتان هما مكان تكون الحيوان المنوي في حين أن البويضة تتكون في مستوى المبيضين يكون الحيوان المنوي قليل سيتوبلازم ولا يتجاوز طوله 0.065 ملي متر أما البويضة فهي أكبر بكثير فيكون قطرها 0.15 ملي متر ويكون سيتوبلازم الذي بها كثيفا وغنيا بالمدخرات الغذائية عدد الحيوانات المنوية مرتفع جدا إذ أنه يتجاوز المليونين في الملي لتر الواحد من السائل المنوي إلا أن عدد البويضات قليل فالمخزون يوجد منذ الولادة ويتناقص شيئا فشيئا يكون الحيوان المنوي في شكل صوتي والبويضة شكل كروي يكون الحيوان المنوي ذو حركة دائمة أما البويضة فهي عديمة الحركة الذاتية يعيش الحيوان المنوي بين 3 و 4 أيام داخل المسالك التناسلية الأنثوية أما البويضة فلا تعيش إلا 48 ساعة أي يومين نمر فيما يلي إلى هذا التمرين الموجود بالكتاب المدرسي صفحة 159 إذن هو التمرين عدد 2 سوف تقومون بتعمير الفراغات اعتمادا على البيانات أو المفردات التي أمامكم أترك لكم بعض الوقت لذلك ثم نصلح معا إذن تنتج خسيتاء الرجل الحيوانات المنوية يبدأ هذا الانتاج عند سن البلوغ ويتواصل مدى الحياة بصفة مستمرة أما الغدتان التناسليتان للمرأة أو المبيضان فهما تحتويان على كمية كبيرة من البويضات عند الولادة إلا أن بويضة واحدة تصل النرجة الكامل كل شهر ويتواصل هذا النشاط الدوري حتى سن ما بعد الخصوبة يشير ظهور الدم الحيض عند الفتاة إلى وجود تغيرات دورية وداخلية تعرف بالدورة الجنسية نتساءل إذن عن تفسير هذه الدورة الجنسية ومدى أهميتها لوظيفة التكاثر نعتمد في ذلك على نشاط الأول صفحة 161 دائما من الكتاب المدرسي في هذا النشاط نعتمد الوثيقة 12 تلاحظون جيدا أن هذه الوثيقة تبرز منحانيا بيانيا لتغير درجة حرارة جسم امرأة أثناء الدورة الجنسية تلاحظون أن بهذه الدورة الجنسية تبدأ من أول أيام الحيض وهي تدوم 28 يوما نلاحظ تسجيل درجة الحرارة فهي في الأربعة عشر يوما الأولى لا تتجاوز 36.7 درجة مئوية في اليوم الرابع عشر تحديدا نلاحظ ارتفاع درجة الحرارة إلى 37.1 درجة مئوية وتستقر في تلك الحرارة تيلة بقية الدورة الجنسية في هذا الارتفاع يشير إلى حدوث حدث هام وهو الإباضة وقد أشرنا سابقا الإباضة هي خروج البويضة من المبيض حدث آخر هام مثل ما ذكرنا سابقا هو ظهور دم الحيض إذن لدينا هذه الوثيقة 13 من نفس الصفحة تبرز رزنا متن سجلت عليها إمرأة أيام ظهور دم الحيض خلال الأشهر الثلاث أبريل ماي وجوا تشير الخانات الحمراء إلى أيام الحيض يمكننا اعتماد هذه الوثيقة كي نحدد مدة الدورة الجنسية إذن تبدأ الدورة الجنسية دائما في أول يوم الحيض إذن يعتبر 4 أبريل هو أول يوم للدورة الجنسية لشهر أبريل يدوم الحيض كما تشاهدون خمسة أيام تنتهي الدورة الجنسية في اليوم السابق للحيض الموالي وهو ما يوافق الأول من شهر ماي إذن إذا احتسبنا الأيام بين هذين التاريخين نجد أن مدة الدورة الجنسية عند هذه المرأة تدوم 28 يوما يمكنكم أن تقوموا بهذه الطريقة بالنسبة لشهر ماي وجوا لتحديد مدة الدورة الجنسية كتمرين منزلي نستنتج إذن أن المظاهر الخارجية للدورة الجنسية تتمثل في حدثين هامين الحدث الأول يتمثل في الإباظة وهو يعبر عن نشاط المبيض والحدث الثاني يتمثل في الحيض وهو يعبر عن نشاط الرحم إذن لفهم هذه المظاهر الخارجية للدورة الجنسية علينا أن نتابع نشاط المبيض ونشاط الرحم ما هي دلالة كل من الإباظة والحيف نعتمد في ذلك أولا بالنسبة لنشاط المبيض على الوثيقة 14 صفحة 162 سوف نحاول تقسيم هذه الوثيقة كي نتمكن من تحديد البيانات نجد في الصورة A صورة لمقطع عرضي لمبيض حيوان ثدي وفي الرسم التوضيحي يمكننا أن نتعرف إلى مختلف البيانات إذن نجد منطقة قشرية في العنصرين واحد واثنان نجد أوعية دموية التي نجدها في المنطقة الوسطى من المبيض العنصرين أربعة يمثلان جريبات فتية التي توجد بالمنطقة القشرية وأخيرا نجد جريبا ناضجا يكون أكبر حجما من البقية نشاهد هنا رسما توضيحيا يبرز تطور جريب واحد داخل المبيض إذن نجد جدار المبيض المنطقة الوسطى هذا جريب فتي إذن نجد البويضة تكون في البداية داخل الجريب الناضج ثم نلاحظ أنها تحررت من المبيض تلك هي ظاهرة الإباضة بعد ذلك نلاحظ أن ما تبقى من الجريب الناضج المنفجر قد تحول إلى كتلة صفراء اللونة تسمى بالجسم الأصفر التي تتلاشى في نهاية الدورة الجنسية نعتمد فيما بعد على هذه الوثيقة التي تبرز مراحل تطور المبيض الجريبات داخل المبيض مع تحديد أيام الدورة الجنسية وتعرف هذه المراحل بالدورة المبيضية نتعرف إليها معا إذن تبرز هذه الوثيقة أطوار الدورة المبيضية ثلاث دورة جنسية تدوم 28 يوما الطور الأول يبدأ منذ بداية الدورة الجنسية حيث يتطور جريب فتي في أحد المبيضين فيصبح تدريجيا جريبا ناضجا عند الإباضة هذا الجريب الناضج ينفجر فتتحرر البويضة ويلتقطها قمع فالوب لتنتقل إلى قناة البيض في الطور اللوتيني يتحول الجريب الناضج المنفجر إلى كتلة صفرات تدعى بالجسم الأصفر مثل ما ذكرنا سابقا هذا الجسم الأصفر يتلاشى شيئا فشيئا في نهاية الدورة الجنسية نمر الآن إلى هذه الوثيقة بالنسبة لنشاط الرحم سنعتمد على الوثيقة ستار صفحة 163 إذن نجد في الرسم B بهذه الوثيقة تذكيرا لمكونات الجهاز التناسل عند المرأة ونشاط الرحم يعتمد خاصة على بطانة الرحم نشاهد في هذه الوثيقة رسوما مختلفة جيم دل وها نجد بالصورة جيم مناطق نزف وتمزق تدل على أن هذه الصورة قد أخذت في طور الحيث حيث ينزل دم الحيث في شكل أشلاء البطانة أو بطانة الرحم في الرسم الموالي في الصورة دل نشاهد بداية تكون غدد أمبوبية كما تشاهدون وهو ما يدل على أن هذه الصورة تدل على أننا في الطور الذي يليء الحيث مباشرة يسمى طور ما بعد الحيث أخيرا نجد في الصورة ها رسما للغدد الأمبوبية وهي متطورة وملتوية تمثل أشبيك الرحمي مما يدل على أن الطور يمثل طور ما قبل الحيث تمثل هذه الوثيقة أطوار الدورة الرحمية التي تبدأ بطور الحيث نلاحظ أن بطانة الرحم تتهدم تدريجيا فينزل دم الحيث غنيا بأشلاء بطانة الرحم في الطور الموالي طور ما بعد الحيث نلاحظ بداية تكون غدد أمبوبية مع وجود بعض الأوعية الدموية نلاحظ أيضا الزيادة تدريجيا في سمك بطانة الرحم إثر الإباغة يحدث ما يلي إذن يوافق طور ما قبل الحيث حيث تتطور بطانة الرحم بتطور الغدد الأمبوبية التي تصبح أكثر عمقا تلاحظون جيدا هنا كما أن شبكة الأوعية الدموية تصبح كثيفة تكون بذلك الشبيك الرحمي الذي نشاهده هنا الذي من المفترض يتحضر عفوا لاستقبال جنين محتمل وإذا لم يحدث الإلقاح نلاحظ أن بطانة الرحم تتهدم في نهاية الدورة الجنسية فينزل دم الحيث معلنا عن دورة جنسية جديدة نمر الآن إلى هذا التقليل لدينا مقطعا في مستوى الرحم نريد أن نحدد الطورة من الدورة الرحمية الموافق لكل رسم نبدأ بتحديد البيانات بطانة الرحم تجويف الرحم وعضلة الرحم نلاحظ في الرسم الأول الذي يوجد على يمين وجود الغدد الأنبوبية العميقة كما أن بطانة الرحم تتميز بسمكها مقارنة بالرسم الثاني إذن يعتبر هذا الطور طور ما قبل الحيث في حين أن الرسم الثاني يوافق طور ما بعد الحيث لأننا نلاحظ قلة الغدد الأنبوبية والسمك الأصغر لبطانة الرحم سنمر الآن إلى هذه المراحضات لنتأملها معا يتوقف النشاط الدوري للمبيض نهائيا عند المرأة في سن ما بعد الخصوبة وينقطع الحيث يؤدي الاستئصال الجراحي للمبيضين عند المرأة إلى العقم وعدم ظهور الحيث إذن نلاحظ هنا في كلتا المراحضتين أن غياب المبيض يؤدي إلى غياب الحيث نفترض إذن وجود علاقة بين المبيضين والرحم أي وجود علاقة بين الدورة المبيضية والدورة الرحمية لتأكد من هذه الفرضية سنعتمد مجموعة من التجارب وهي موجودة بكتابكم في الصفحة 165 بالوثيقة 18 إذن نبدأ مع التجربة الأولى وهي تعتبر تجربة شاهدة تساعدنا على تأكيد بقية استنتاجات التجارب الأخرى وتؤكد أن كل الحيوانات المستعملة في هذه التجارب سليمة إذ أن هذه التجربة تبرز عند هذه الفقرة نشاطا دوريا وتطورا طبيعيا وعاديا لبطانة الرحم في التجربة الثانية استعملنا فأرة تم استئصال مبيضيها كنتيجة لهذه التجربة نلاحظ ذمورا تاما لبطانة الرحم يمكننا استنتاج وجود تأثير فعلي للمبيضين على الرحم في التجربة الثالثة قمنا بالعكس قمنا باستئصال الرحم مع الإبقاء على المبيضين فنلاحظ نشاطا طبيعيا ودوريا للمبيضين نستنتج إذن أنه لا تأثير للرحم على المبيضين في التجربة الرابعة تم استئصال المبيضين ثم تم زرع أحدهم تحت جلد الحيوان نلاحظ في النتيجة وجود نشاط دوري وعادي لبطانة الرحم زرع المبيض تحت جلد هذا الحيوان يؤكد أن تأثير المبيض يتم عن طريق الدم أي أنه يفرز مواد بالدم تؤثر على الرحم في التجربة الخامسة تم استئصال المبيضين ثم تم حقن هذه الفأرة بمستخلص المبيض يوميا مستخلص المبيض أي المواد التي يفرزها المبيض نلاحظ كنتيجة لهذه التجربة نموا مسترسلا وغير دوريا لبطانة الرحم إذن الاسترسال السابق يؤكد بهذه التجربة وعدم دورية النشاط الرحم أو استرسال نمو بطانة الرحم يعود إلى الحقن اليومي لمستخلص المبيض نستنتج إذن وجود علاقة وطيدة بين الدورة المبيضية والدورة الرحمية إذ أن المبيض يتحكم في نشاط الرحم بإفراز مواد تعرف بالهرمونات الجنسية التي سبق وذكرناها وهي هذه الهرمونات هي الأستروجين والبروجستيرون تبرز الوثيقة 17 صفحة 164 العلاقة بين الدورة المبيضية والدورة الرحمية التي تم إبرازهما معا إذن خلال الطور الجرايبي تقوم الجرايبات بإفراز هرمون الأستروجين الذي يتدخل في بناء بطانة الرحم وأيضا له دور في الإباضة نلاحظ جيدا أنه بعد الحيض وخلال طور ما بعد الحيض تبدأ الغدد الأنبوبية في التكون ونلاحظ أيضا تكون بعض الغدد الأوعية الدموية إثر الإباضة وبعد تحرر البويضة تحضرا لجنين محتمل نلاحظ أن بطانة الرحم تزداد سمكا أثناء الطور اللوتيني نلاحظ تكون شبيك الرحمي بفضل ازدياد عمق الغدد الأنبوبية وازدياد كثافة الأوعية الدموية إذا لم يحدث القاح سوف يتلاشى الجسم الأصفر تدريجيا فتنخفض نسبة الهرمونات الجنسية تتمثل إذن أهمية الدورة الجنسية عند المرأة في التحذير لاستقبال جنين محتمل الآن سنفكر معا كيف يتكون هذا الجنين إذن نعلم أنه لتكون الجنين يجب أن تتوفر الأمشاج التي ذكرناها سابقا الحيوانات المنوية والبويضة ذكرنا أيضا وجوب ظاهرة الإلقاح أو ما يسمى بالإخصاب إذن طبعا سوف نحاول تحديد مفهوم هذه الظاهرة ثم بعد ذلك سنحاول تعريف الجنين سنعتمد في ذلك على هذا الشريط نقرأ جيدا ما هو مكتوب 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 نحاول تعريف الجنين نقرأ جيدا ما هو مكتوب نعم نعم اشتركوا في القناة 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 اذا نحصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة في اليوم الاول التوتية فيه ما يليه اشتركوا في القناة عبر الحاجز الاوعية اشتركوا في القناة 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 يمكننا اعتماد طريقتين الطريقة الأولى إذن نعلم أن مدة الطور اللوتيني ثابتة وهي 14 يوما مهما كانت مدة الدورة الجنسية يمكننا إذن حذف مدة الطور اللوتيني من المدة الجملية للدورة الجنسية لشهر ماي إذن 26 نحذف منها 14 يوما فنجد 12 سوف نلاحظ بعد ذلك على جدول أن تاريخ الإباضة يوثق 13 ماي سنرى كيف نتابع معا إذن الطريقة الأولى نحتسب 12 يوما منذ بداية الدورة الجنسية نجد إذن أن اليوم الثاني عشر يوثق 13 ماي وهو تاريخ الإباضة الطريقة الثانية نعلم أن مدة الطور اللوتيني ثابتة 14 يوما مهما كانت الدورة الجنسية مدتها إذن تحدث الإباضة إذن 14 يوما قبل نهاية الدورة الجنسية لشهر ماي حسب السؤال السابق تدوم الدورة الجنسية 26 يوما نحتسب إذن 14 يوما منذ اليوم الموافق لنهاية الدورة الجنسية وهو اليوم 26 منها الموافق لـ 27 ماي فنجد أن الإباضة تحدث يوم 13 ماي كما تم إثباته بالطريقة الأولى إذن نتابع الطريقة الثانية 27 هو اليوم الأول إذن نحتسب 14 يوما واحد اثنان ثلاث أربعة ونطمن إلى خدودي 14 اليوم السابق مباشرة هو يوم الإباضة إذن الإجابة هي 13 ماي ونقدم إحدى التعليلين لكل طريقة في السؤال الموالي طلب مننا تحديد التاريخ المتوقع للحيظ في شهر جوان نعلم أن الدورة الجنسية لهذه المرأة منتظمة وتدوم حسب السؤال الأول 26 يوما إذن نحتسب 26 يوما منذ بداية الحيظ في هذه الدورة الجنسية إذن نحتسب طبعا 26 يوما يمكنكم التأكد بذلك بأنفسكم فنجد أن تاريخ الحيظ المتوقع سيكون يوم 23 جوان نسجل ذلك طلب مننا في السؤال الموالي اقتراح فرضية وجيهة تبرر غياب الحيظ لدى هذه المرأة خلال شهر جوان بما أن هذه المرأة لم تصل إلى سن ما بعد الخصوبة فهي تبلغ من العمر 30 سنة الفرضية الوحيدة المقبولة هي أنه تم خدوث حمد في هذا الجزء من التمرين وضعت سؤالا إضافيا يتمثل في تحديد فترة الخصوبة خلال شهر جوان عند نفس المرأة وهو سؤال دقيق يجب أن يتم إنجازه بكل اعتناء إذن نعلم حسب الطريقتين المذكورتين سابقا أن الإباضة تحدث بالنسبة لشهر جوان يوم 8 جوان إذن كيف نحدد فترة الخصوبة خلال شهر جوان عند نفس هذه المرأة؟ إذن نعلم أن فترة الخصوبة هي فترة الدورة الجنسية التي يمكن أن يحدث خلالها القاح نعلم أيضا أن الإلقاح هو اتحاد نواتي الحيوان المنوي والبويضة لتكوين خلية بيضة هي أصل الجنسية تحديد فترة الخصوبة يعتمد إذن على مدة عيش البويضة في المسالك التنسلية الأنثوية وهي 48 ساعة مدة عيش الحيوان المنوي في المسالك التنسلية الأنثوية من 3 إلى 4 أيام إذن هنا سنحتسب أربعة أيام يتم احتساب فترة الخصوبة كما يلي إذن تدوم فترة الخصوبة إذن سبعة أيام أربعة أيام تسبق يوم الإباضة نحتسب يوم الإباضة ويومين بعده لضمان عيش البويضة إذن بالنسبة لهذه المرأة يوم الإباضة هو يوم ثمانية جوان نحتسب إذن أربعة أيام قبله ويومين يليانه تدوم إذن فترة الخصوبة عند هذه المرأة منذ الرابع من جوان إلى يوم عشر جوان يمكن أيضا تحديد فترة الأمان بحذف أيام الحيض وأيام فترة الخصوبة من الدورة الجنسية ككل نمر الآن إلى بقية أسئلة هذا التمرين نجد الوثيقة رقم أربعة التي تمثل رسوما مبسطة لجملة التغيرات التي تطرأ على بنية المبيض لدى المرأة خلال ثلاث أشهر شهر أفريل ماي وجوان إذن طلب مننا في السؤال الأول تحديد الاختلاف بين التغيرات الطارئة على المبيض بين شهري أفريل وماي نلاحظ إذن أنه خلال شهر أفريل لم يترأ أي تغيير في مستوى المبيض إذن نلاحظ وجود جريبات فتية فقط إذن لا نلاحظ وجود إباظة هنا بينما لاحظنا في خلال شهر ماي وجود جريبات فتية في البداية ثم جريبا ناضجا انفجر بعد ذلك وتحررت منه بوايضة كما تلاحظون ثم نلاحظ تكون جسم أصفر إذ محل في نهاية شهر ماي نمر إذن إلى سؤال موالي سوف نذكر اعتمادا على الإجابات السابقة والمكتسبات سببا وجيها يبرر غياب الإباظة خلال شهر أفريل عدم خدوث الإباظة خلال شهر أفريل هو إذن بما أن شاهدنا وجود جريبات فتية فقط تعتبر هذه المرأة في فترة تتناول فيها حبوب منع الحمل التي منعت التطور العادي للجريبات فمنعت حدوث الإباظة في الجدول الموالي نجد عدة قياسات تم القيام بها على سمك بطانة الرحم في أحد الأشهر الثلاثة المذكورة سابقا طلب منا في هذا السؤال تحليل معطيات هذا الجدول إذن نلاحظ هنا أن بطانة الرحم قد ازداد سمكها بصفة تدريجية ولم يتراجع أبدا إذن نكتب ازداد سمك بطانة الرحم منذ اليوم الأول للدورة الجنسية إلى اليوم 29 حيث نمى من 4 مليمتر إلى 7.4 مليمتر بالاعتماد على معطيات الوثيقة 23 و4 وعلى الإجابة السابقة يجب أن نحدد هنا الشهر الذي أخذت فيه هذه القياسات بما أن الزيادة سمك بطانة الرحم قد مر من 4 مليمتر إلى 7.4 مليمتر يفسر ذلك بإفراز الهرمونات الجنسية من طرف الجريبات أثناء الطور الجريبي والجسم الأصفر أثناء الطور اللوتيني نستنتج إذن أن شهر جوان هو الشهر الذي أخذت فيه هذه القياسات لأن الوثيق عدد 3 تثبت غياب الحي في شهر جوان إذن وهذا يثبت أيضا عدم تهدن بطانة الرحم وبقاء سمكها أيضا الوثيق عدد 4 تثبت تطور الجسم الأصفر وعدم تلاشيه إذن الحالة الفيزيولوجية للمرأة خلال هذا الشهر هي الحمل طبعا لأن بطانة الرحم لم تتهدم للحفاظ على الجنس أرجو في نهاية هذه الحصة أن تكونوا قد استفدتم استفادة جيدة دمتم في رعاية الليلة ترجمة نانسي قنقر